رغم اندلاع عمليات تطهير صحراء الجزيرة المشتركة بين الموصل وصلاح الدين والأنبار وتحرير أكثر من مئة قرية فيها لم تباشر قيادة عمليات الجزيرة بمحورها الثالثة المخصص بتطهير مناطق الجزيرة القريبة من الأنبار رغم استعداد القوات المتواجدة في راوة للشروع بالعمليات حال صدور الأوامر والتوقيتات المعدة العمليات تشمل من صحراء التابعة لمحاولة الأنبار باتجاه صلاح الدين وباتجاه نينوة ولكل محور طريق خاص به لغرض التطهير والمعسكرات الموجودة في الصحراء وإن شاء الله الأخبار والطيبة تسمعها قريب بالنسبة للتوقيتات هي يمن السادة القادة نحن الناس منفذين وإن شاء الله لعمليات الجزيرة محور رئيسي في عمليات الجزيرة حسب توجيهات القادة العام لقوات المسلحة وإن شاء الله ستطرق عما قريب وحسب التوقيتات المعدة من قبل القيادة المشاركة وتشهد مدينة راوة استقرارا أمنيا بعد توفير الاحتياجات الضرورية للأهالي من قبل الحكومة المحلية في القضاء أملا بتذليل المعوقات لاستدامة الاستقرار بشكل أمثل في المدينة نحن الحمد لله باشرنا بضخ مشاريع الماء ودعمنا المولدات بمادة القاز والكهرباء الآن إن شاء الله موجودة ولكن الحقيقة تعرفون بداية تحرير مادة القاز غير متوفرة لدينا بصورة كافية وإحنا طالبنا سيد المحافظ وعدنا بأنه يرسل لنا إن شاء الله هذه المادتين الحقيقة نحن بحاجة كبيرة جدا إلى مولدات لغرض توزيع على المواطنين لتشغيلها وعلى الدوائر أيضا وتعزيزا للوضع الإنساني في راوة فقط شهدت اليوم تقديم مساعدات غذائية متنوعة من قبل منظمات عالمية منها منظمة الإغاثة النرويجية والتي شملت أكثر من ألف سلة غذائية لأهالي راوة الذين أعربوا عن امتنانهم وارتياحهم بعودة الحياة لمدينتهم أتت منظمة النجدة الشعبية لتوزيع ما يقارب ألف وخمسة وثلاثين سلة غذائية في مناطق راوة والقرى التابعة لها وكذلك في قضاء عانا طبعا مدة تنفيذ المشروع ثلاثة أشهر تشمل أقضية راوة وعانا والقائم مجموعة سلات الغذائية خمسة ألاف وستمائة وستة وثلاثين سلة غذائية مقدمة منظمة نبيا النرويجية جونا الطحين والتمن والشاي وحليب وبسكت وشربة وماي كلها جوناه وبس بعد عايزين النفط والغاز الحمد لله طبتنا مساعدات وخلف الله عليهم وعلى توزيع البيوت وإن شاء الله كفهم العالم كله وخيرنا موجود والله ما قصر والمنظمات كلها ما قصرت هذه مدينة راوة تشهد استقرارا أمنيا وهي تنتظر عودة الحياة فيها مجددا بعد مضي ثلاث سنوات متتالية من وسط مدينة راوة عمر العبيدي الحرة ترجمة نانسي قنقر